أنا أيضا تعرضت لمثل هذه الشكاوي لكن من القضاء العراقي من محكمة الاتحادية تتهمني بها بالإساءة إلى القضاء والآن وقفوا التقاعد بالقانون العراقي لا يجوز إيقاف التقاعد وقفوا التقاعد وأصدروا أوامر ألقاء القبض بسرعة وأوامر حجز الأموال بسرعة يعني أنت ساد مثال صادروا أموالك المنقولة وغير المنقولة شكثرت طلعا بالداخل بالخارج شقدت عندك أملاك والله يا أخي اللي كان عندي أنا بيعته أنت أستاذ نجم تعرف بيتي اللي بيعته بحي الجامعة وبيت الثاني اللي بيعته والأرض اللي بيعتها بصدر القناة ومن هذه عشت أنا وأولادي وحزبي التقاعد الآن مصادر وأنا عندي خدمة في الدولة ممثل الآخرين اللي يسووا لهم أمور معينة مع هذا صادروا التقاعد القانون العراقي ينص على عدم الحق في مصادرة التقاعد طيب بأي حق قمتم بمصادرة التقاعد وأنا بعدني ما محكوم كل ما هنالك أحد الأفراد يقول أنه يمثل المحكمة الاتحادية يشتكي على أنني أسئت إلى المحكمة الاتحادية وعلى بيوميا خلال 48 ساعة يصدر قرار تجريم أو حجز الأموال وأمر القاء قبض ما تعتقلون المجرمين ما تعتقلون الدواعش ما تعتقلون من سرق المال عام ما تعتقلون أهل البنوك اللي يتارجون بالعملة الصعبة والدولار العراقي ما تعتقلون من يهرب النفط عينك عينك ما تعتقلون رؤساء الوزراء اللي عليهم اتهامات قطيرة أنت أخي المدعي العام العزيز الكريم وين أنت من دماء الشهداء والله أترك مثال أنا مبحاركم يعني ما عندي شي صودر من الأموال والعقارات لكن صادروا راتب التقاعدي وهو آخر ما تبقى لي حتى يحفظ كرامتي وحياتي أنا وزوجتي تريدوه خلاص أخذوه هو شنو ما أخذتوه بالدولة الدين أخذتوه القانون أخذتوه الدستور بلعتوه حقوق الناس الدماء سالت شنو ما أخذتوه بس شي واحد الحق الإيراني إذا كان حق بمعنى آخر الأطماع الإيرانية هذه حافظتوا عليها الأطماع التركية هذه حافظتوا عليها علاقاتكم مع الأمراء هنا وهناك هذه حافظتم عليها لكن واقع الحال أحب أن أطمنكم وبدرايه وبعقل وبهدوء كل أموالكم اللي سرقتوها بالخارج رح تتبخر ولن يبقى منها درهم واحد لا لكم ولا لغيركم لأنها أموال الحرام وتعود لهذا الشعب العراقي المظلوم المسكين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر